موجة غضب إسرائيلية أمريكية أثرها قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق مع إسرائيل بشبهة التورط في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني استمرار الاعتراضات الإسرائيلية والأمريكية دفع أكثر من خمسين مسؤولاً أوروبياً سابقاً على توقيع رسالة شجب دعوا فيها لوقف النقد العام الذي لا داعي له بشأن القرار وفق تعبيرهم الرسالة حازت على اهتمام كبير بين الأوساط الأوروبية بسبب الأسماء الموقعة عليها فمن بينهم الوزيرة البريطانية السابقة في حكومة المحافظين سيدة وارسي والوزير العملي السابق دوغلاس ألكساندر ومن الموقعين الدوليين على الرسالة رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان مارك والإيرلندي جون بروتون والإيطالي ماسيمو داليما وقع عليها أيضاً الأمين العام السابق لحلف الناتو خافير سولانا وهانس بليكس المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الرسالة جاءت بعد العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على مسؤول المحكمة والتي ألغتها إدارة جو بايدن وينظر إليها كتوبيخ لرئيس الوزراء البريطاني بوريت جونسون الذي اعتبر قرار التحقيق متحيز وغير حيادي قال الموقعون إن ما تتعرض له المحكمة عبارة عن محاولات لنزع المصداقية عنها وعرقلة عملها وإنه لن يتم التسامح معه نهائياً لتحقيق العدالة العالمية المنشودة مؤكدين أن المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة ضرورية من أجل التوصل إلى السلام الدائم ومما لا شك فيه أن الرسالة وما ورد فيها والأسماء الموقعة عليها يزيد من حالة الزخم والحركة التضامنية العالمية التي تشهدها القضية الفلسطينية خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة والقدس المحتلة اشتركوا في القناة